خسارة فرنسا لهذه الدول الاستراتيجية في القارة مضاف إليها تصاعد احتمالات توسع حمى التوترات السياسية في دول أخرى في المرحلة المقبلة ده بيشكل اختبار صعب لقدرة وصلابة الاقتصاد الفرنسي على استيعاب أي خسائر قادمة من إفريقيا في دول توسع الشركات الفرنسية العاملة في دول القارة فضلا عن اعتبار عدد من بلدان القارة أسواق مهمة جدا للمنتجات الفرنسية والأهم أن اقتصاد فرنسا بيعتمد بشكل كبير نسبة معتبرة منه على موارد وثروات هذه الدول ويأتي على رأس ذلك كل ما يتعلق باليورينيوم كما هو الحال بالنسبة للنيجر وكذلك النفط كما هو الحال بالنسبة للجابون ومواد أخرى زي الخشب والذهب والمجنيزيوم والمانجنيز وما إلى ذلك كل هذه الموارد بتصبف الاقتصاد الفرنسي وطبعا غياب هذه الموارد يؤزم الأوضاع بالنسبة للاقتصاد الفرنسي خصوصا أن هذا الاقتصاد يعاني فعليا في الوقت الحالي من مشكلات جوهرية نتيجة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ومع اعتماد أوروبا السابق طبعا على الغاز الروسي وبالتالي فأن الاقتصاد الفرنسي يقف الآن أمام تحديات صعبة تفرزها هذه التطورات التي تحدث في قلب أفريقيا خلينا أقول لحضرتك أنه مثلا الأحداث اللي في النيجر ممكن تهدد باريس بشتاء أكثر برودة لأنه طبعا التكلم ده مش هيحصل مباشرة طبعا بس مرشح أنه هيحصل لأنه المحطات النووية اللي بتولد الكهرباء في فرنسا بتعتمد على اليورانيوم القادم من النيجر ومجموعة الكهرباء في فرنسا بتستورد 70% من احتياجاتها من اليورانيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء بتستورده من النيجر يعني مع توقف صدرات اليورانيوم إلى فرنسا 70% من طاقة المحطات النووية اللي بتنتكه هرباء الفرنسا ستكون مهددة بالخروج من الخدمة الشركة الفرنسية اللي بتعمل في التنقيب واستخراج اليورانيوم شمال النيجر اسمها أريفا بدأت نشطها هناك من أكثر من 40 سنة وكانت بتقول أنها بتقدم عملية إنقاذ اقتصادي ومساعدة فرنسية لشعب فقير سبحان الله لكن مع الوقت اكتشف الشعب الفقير ده إنه نشطات الشركة الفرنسية هو آلة تدمير حقيقية ونهب للثروات طبيعية نادرة جدا جدا ده غير إنه عمليات التفجير والألغام وطرق استخراج اليورانيوم لها تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة وعلى الصحة العامة مجرد ما تسمع كلمة يورانيوم دي لازم تقلق مضاف إلى كل ده إنه إزاحة ملايين الأطنان من التربة والصخور أثر بشكل مقلق جدا على مصادر المياه جاوفية في النيجر حياة الناس حياة الشعب الفقير وعلشان كده السلطة الجديدة في النيجر لم تجد أي صعوبة في حشد الشعب ضد التواجد السياسي والاقتصادي لفرنسا يعني ده بس التواجد الاقتصادي لفرنسا ما بالك بالتاريخ الاستعماري بتاعه لم تجد السلطة الجديدة صعوبة في إزاحة أو في حشد الشعب ضد الوجود الفرنسي وأصبح المزاج العام بيتحدث عن إنه النيجر هي ببساطة رابع دولة منتجة لليورانيوم في العالم ولكن عائدات اليورانيوم في النيجر لا تذهب إلى النيجر بل تتوقف في باريس يورانيوم النيجر يجعل من فرنسا المنتج الرئيسي للطاقة في أوروبا بنسبة 17.1% من مجموعة الانتاج في الاتعادل الأوروبي كله كل المفاعلات دي شغالة باليورانيوم القادم من النيجر ومخلي فرنسا متقدمة على كل من ألمانيا لنسبتها من الطاقة 15.3% بريطانيا 13.9% ولكن في المقابل 60% من السكان في النيجر ما عنده مش كهرباء أما بخصوص الجابون ففرنسا لها عدد كبير من الشركات التي تعمل مع المؤسسات الحكومية من بينها شركة التعدين الفرنسية إيرامات اللي أعلنت بعد الإطاحة برئيس الجابون عن توقف عملياتها مما أدى إلى تراجع أسهمها بنسبة كبيرة قبل اتجاهها لاستئناف العمل ولو بشكل جزي ده غير إنه الجابون في 2022 كانت أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا سمك المجموعة دي تضم أيضا معها الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائيف وبتعتبر الجابون تاني أكبر منتج للمنجنيز في العالم بعد جنوب أفريقيا وبتستخرج شركة كوميلوجي الفرنسية 90% من المنجنيز الموجود في الجابون بينما تتولى شركة صينية استخراج الباقي في الوقت نفسه تقوم وحدة سيتراج التابعة لشركة إيرامات بتشغيل خط السكك الحديدية ترانس جابون وده خط القطار الوحيد في الدولة ضيف على ده كله وجود شركة الطاقة العملاقة Total Energy منذ عام 1928 في الجابون وده رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك وبتدير Total Energy سبع مواقع لاستخراج النفط في الجابون إضافة إلى شبكة من مئات المحطات بتاعت الوقود منتج وموزع كمان صحيفة Financial Times بتقول أن الجابون بتنتج حوالي 200 ألف برميل نفط يومية والمفروض بحجم الإنتاج ده أنها تبقى واحدة من أعلى دول أفريقيا على صعيد متوسط دخل الفرد لأنه طروتها لا توزع بالتساوي لأنه أكتر من تلت سكان الجابون البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت قط الفقر ومحرومين من الخدمات الأساسية وبشكل عام القرى الأفريقية بينشط فيها أكتر من 1100 مجموعة استثمارية فرنسية عملاقة وحوالي 2100 شركة كبرى بيانات وزارة المالية الفرنسية بتقول أن السنة اللي فاتت 2022 ارتفعت تبادل التجاري بين فرنسا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بنسبة 9.8% مقارنة بالعام 2021 وحجم هذه التعاملات وصل إلى 5.1 مليار يورو والصدرات الفرنسية لدول المنطقة تمثل 3.7 مليار يورو وأهم المنتجات اللي بتصدرها فرنسا لدول غرب أفريقيا هي الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وفي المقابل بتاخد منهم الثروات الطبيعية زي اليورينيوم والنفط والذهب والماجنيزيوم والمانجنيز وخلافه هذه الخسائر الاقتصادية المتتالية لفرنسا والتي تؤثر إلى حد ما حد كبير على اقتصادها بتعكس أن الشعوب الأفريقية بدأت تشعر أنها لم تعد تحتمل الوجود الفرنسي في بلدها وأنها وجدت الحليف الآخر لها سواء الصين أو روسيا باستثمارات كبيرة توجهت بشكل أو بآخر تجاه القر ترجمة نانسي قنقر